مجلس الأمن الدولي يدين جريمة إحراق الطفل الفلسطيني علي الدوابشة والسلطة الفلسطينية تقرر توجه إلى الجنايات الدولية الجيش السوري يقتل عشرات المسلحين خلال تصديه لهجوم في حلب ويطلق عملية واسعة في سهل الغاب وريف إدلب الغربي مقتل ثلاثة من أقارب أسامة بن لادن بتحطم طائرة سعودية في بريطانيا صباح الخير دانا مجلس الأمن الدولي بالإجماع جريمة إحراق الطفل والطفل علي الدوابشة وإصابة آخرين من عائلته في قرية دومة قرب نابلس بالضفة الغربية المجلس أعرب عن غضبه الشديد إزاء الجريمة الإرهابية التي نفذها مستوطنون ودعا الإسرائيليين والفلسطينيين إلى الهدوء وتجنب التصعيد والعمل على أحياء عملية السلام بدور هدانا البيت الأبيض جريمة حرق الطفل دوابشة على يد مجموعة من المستوطنين في منطقة نابلس المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست وصف عملية الحرق العمد للطفل بالعمل الإرهابي والوحشي الولايات المتحدة ترحب بقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو الطلب من قوات الأمن الإسرائيلية استخدام جميع الوسائل للقبض على القتلة الإرهابيين وتقديمهم إلى العدالة الأمين العام للأمم المتحدة دان حرق الطفل علي دوابشة وأفراد أسرته ونقل ستيفان دوجاري كالناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة عنه قوله أن سياسة الاستيطان وهدم المنازل في الأراضي الفلسطينية يشجعان على هذه الأعمل إن غياب العملية السياسية وسياسة الاستيطان الإسرائيلية إضافة إلى الممارسة القاسية وغير الضرورية من هدم لمنازل الفلسطينيين أدت إلى ارتفاع تطرف العنف من الجانبين يمثل هذا تهديدا آخر لتطلعات المشروع لشعب الفلسطيني بدولة ويهدد الأمن للشعب الإسرائيلي والأمين العام يحث الطرفين على اتخاذ خطوات جريئة من أجل العودة إلى مصاري السلام ويكرر دعوته كافة الأطراف تأمين عدم تصعيد الموقف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية جريمة إحراق الرضيع دوابشة في دومة بنابلس من خلال تشجيعها على بناء المستوطنات عباس أعلن عزم السلطة الفلسطينية على توجه إلى محكمة الجنايات الدولية بشأن هذه الجريمة مع ملفات لسابقتها إنها جريمة حرب وجريمة إنسانية في وقت معا وبالتالي نحن لن نسكت لن نسكت إطلاقا ما دام هذا الاستطام موجودا وما دام الاحتلال موجودا فستبقى مثل هذه الأعمال نحن نحضر ملف هذه الجريمة وما سبقها من جرائم فورا سنرسلها إلى محكمة الجنايات الدولية ولن يوقفنا أي شيء أو أي مانع للذهاب إلى الشكوى هناك أمين سر لجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أكد أن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي سيتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية بملف كامل على الجرائم الإسرائيلية يتضمن جرائم شهر تموز التي كان آخرها استشهاد رضيع من أجل حث المجلس القضائي على فتح تحقيق في أسرع وقت ممكن عريقات أوضح للميادين أن السلطة الفلسطينية لا تسعى إلى الانتقام وإنما إلى حماية شعبها الآن عندما يتوجه وزير الخارجية ستتوجه بملف شهر تموز يعني نحن قدمنا الملف بـ 25 حزيران من 25 حزيران إلى اليوم كما قلت في شهر تموز لوحده هناك 42 جريمة كان آخرها رقم 42 الجريمة رتكبت اليوم بحق على الدوابشة سيقدم ذلك إضافة للملف وسيحث المجلس القضائي في المحكمة الجنية الدولية لبدء وفتح تحقيق القضائي بأسرع وقت ممكن متى سيحدث ذلك؟ نأمل بأسرع وقت ممكن المحكمة سيدت نفسها نحن لا نشكك بنزاهة القضاء في المحكمة الجنية الدولية ولكن نطلب من الجميع أن يدركوا حجم المخاطر الحقيقية نحن لا نسعى للانتقام نحن نسعى لحماية شعبنا نحن نسعى لحماية شعبنا نحن شعب صغير نألم 12 ألف شهيد وجريح في غزة اليوم هذه العائلة الكاملة تحرق تحرق يحرق طفل رضيع في أي أخلاق أفاد مراسل المايدين باستشهاد الشاب الفلسطيني ليث فضل الخالدي من الجزلون شمال رام الله عقب إصابته برصاصة في الصدر خلال اعتداء قوات الاحتلال على المتظاهرين كانوا يحتجون على جرائم الاحتلال وقد شيع الفلسطينيون الطفل الرضيع لدوابشة وسط حال من الغضب ودعوات إلى التسليح تقرير نسرين سلمي دعوات إلى تسليح الفلسطينيين في القرى والمدن المحاذية للمستوطنات بعد جريمة حرق عائلة الدوابشة في قرية دومة إلى الجنوب من نابلس على يد مجموعات من المستوطنين الاعتداء أدى إلى استشهاد الرضيع علي ذي الثمانية عشر شهرا وإصابة بقية أفراد عائلته بجروح خطيرة لا تستطيع السلطة توفير الحماية ولن تستطيع لذلك عليها أن توفر السلاح لدفاعاً ذاتهم وأن لم تستطع أيضاً فعلى أهل القرى أن يدلاعوا فيما بينهم يوفروا السلاح ليشكلوا جاناً دفاعاً ذاتي دفاعاً عن قرانا ومخيماتنا ومدننا الرئيسية لنقطع اليد الصيونية التي تمتد على أي مخيم هذه الدعوة جاءت في ظل حال من الغضب والاستنكار اجتاح الشارع الفلسطيني بعد الجريمة التي نفذها المستوطنون غضب دفع بالقيادة الفلسطينية إلى رفع الصوت عالياً بنقل ملف الجريمة إلى محكمة الجنايات الدولية فيما تعهدت الفصائل بالرد فالحكومة الإسرائيلية وهي تجنح إلى التطرف إنما تتحمل المسؤولية الكاملة عن إعدام الطفل الرضيع دوابشي وستكون قضية دوابشي في مقدمة القضايا التي سنرفعها إلى كافة المحافر الدولية لمحاسبة القتلة والمحردين ورداً على الجريمة انطلقت تظاهرات غضب في الخليل ورامالله والقدس تحول بعضها إلى رشقاً بالحجارة لقوات الاحتلال التي ردت بإطلاق الرصاص باتجاه المتظاهرين ما أسفر عن إصابات بعضها وصفت بالحرجة عندما يخرج وزير الدفاع ورئيس الحكومة ويدافع عن الاستيطان ويشجع الاستيطان هم يفتحوا شهية المتطرفين اليهود على ممارسة القتل بحق أبناء شعبنا على ممارسة الحرق اللغة الحرق فقط مورسة من قبل النازية قوة الاحتلال أعلنت حالة تأهب القصوى في مدن الضفة والقدس المحتلة ونشرت المئات من جنودها على الطرق الرئيسة وعلى مداخل المستوطنات تحسباً لأي تظاهرات أو عمليات رد جريمة بشعة جديدة ترتكبها جماعات إرهابية من المستوطنين على الأرجح ستمر من دون عقاب جدي أو ربما تخرج إلينا السلطات الإسرائيلية لتقول أن من نفذها مريض نفسي نسر سرمي من قرية دومة الميادين وفي غزة شيع الفلسطينيون الطفل محمد المصري بعدما أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي نار عليه قرب سياج الحدودي ما أدى إلى استشهاده القيادي في حركة حماس مشير المصري أشار إلى أن إسرائيل اخترقت جميع اتفاقيات التهدئة وأكد المصري أن المقاومة الفلسطينية تدرس خيار الرد على جريمة الاحتلال معتبرا أن مقتل طفل في غزة وحرق رضيعا في الضفة الغربية جريمة حار العدو الصهيوني عبر عن جهية الإجرام ويخترق كل اتفاقات التهدئة والمقامة في طار التشاور ستحدد موقفها في التعاطي الميداني مع هذه الجرائم الصهيونية لكن يجب أن يدرك العدو بأن فاتورة الرد تزداد في كل يوم وأنه سيشرب من ذات الكأس بإذن الله عز وجل وأن الدماء الفلسطينية غالية على أصحابها وهو يرتكب جلائم حرب بحرق طفل رضيع في الضفة الغربية وقتل أيضا واستهداف شبل في قطع غزة الاعتداءات الإسرائيلية تواصلت على الفلسطينيين حيث احترق منزل قرب حاجز حوارة في نابلوس بعد إلقاء قنبلة غازم باتجاهه من دون تسجيل إصابات كما دهس مستوطن فلسطينيا لدى خروجه من المسجد الأقصى بباب العمود في القدس المحتلة في المقابل أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بإلقاء زجاجة حارقة على قوة من الجيش الإسرائيلي في منطقة بيرزيت وإطلاق نار على سيارة للمستوطنين في الخان الأحمر بين أريحة والقدس وتصدى الفلسطينيون للجيش الإسرائيلي في مناطق مختلفة من الضفة الغربية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل دعا إلى رد على جريمة قتل الطفل دوابشة والاعتداءات المتكررة على القدس والمسجد الأقصى من خلال تصعيد المقاومة ضد الاحتلال والمستوطنين مشعل حمل القيادة الإسرائيلية مسؤولية جريمة حرق الرضيع دوابشة واعتبر أنه يؤكد من جديد أن جوهر الصراع الحقيقي هو الاحتلال والاستيطان وفي الأردن شهدت العاصم عمان مسيرة بعد صلاة الجمعة تحت عنوان جمعة الغضب نصرة للأقصى والحرائر والمرابطات انتصارا للمسجد الأقصى المشاركون رفضوا الانتهاكات المتواصلة في مسجد الأقصى ومدينة القدس التي يقوم بها المستوطنون تحت حماية عناصر الجيش الإسرائيلي والشرطة ورفق المسيرة انتشار أمني كثيف على طول خط مسيرها الذي انتهى في ساحة النخيل ونعتبر أن الأنظمة العربية متواطئة مع الصهاينة فيما يجري بدليل ما يتم من أحكام ظالمة على شباب عربي مسلم أردن في هذا الوطن حمل الأنظمة العربية ومقدمتها النظام الأردني كامل المشؤولية عن احتلال المسجد الأقصى وتدنيشه رسالة إلى حكومتنا الأردنية أن تعيد النظر بهذه الاتفاقية المشؤومة اتفاقية وادي عربة التي كبلت الأردنيين لا تنتهي جرائم العصابات الإسرائيلية تتغير الأساليب والإجرام واحد والضحية هذه المرة رضيع فلسطيني أضيف اسمه إلى لائحة طويلة من ضحايا الهمجية الإسرائيلية سار الحافة التفاصيل أهلا بكم جريمة حرق الرضيع دوابشا انضمت إلى لائحة طويلة من الممارسات الوحشية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد الأطفال ازدادت وطيرتها في السنوات الأخيرة سبقته الطفل ايمان حج خلال انتفاضة الأقصى وقبل عام واحد محمد أبو خدير الجريمة بحق ابن الستة عشر ربيعا الذي خطف وقتل حرقا وتعذيبا على أيدي مستوطنين إسرائيليين أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر لا تزال راسخة في الأذهان جيدا هذه الجريمة فجرت كما فعلت قبلها الجريمة بحق محمد الدراء بين الانتفاضة الثانية غضبا فلسطينيا عارما اشتاح عموم فلسطين ألاف الشبان اندفعوا في مواجهة هي الأعنف كتلك التي شهدتها القدس يوم استشهاد الدر الذي قضى على مرء العالم أجمع وهو منتصق بظهر أبيه فيما الرصاص منهمر على جسده الطفلة الفلسطينية إناس شوكت ذات السنوات الخمس استشهدت منذ نحو عام إثر تعرضها لحادث دهس من قبل مستوطن إسرائيلي شماليا رمالة وأصيب الطفلة ثانية بجروح خطيرة في الحادث نفسه منذ أشهر قليلة فقد الطفل زكريا جولاني 13 عاما من مخيم شعفات في القدس عينه اليسرى نتيجة إصابته برصاصة إسفنجية أطلقتها شرطية من قوات ما يسمى حرس الحدود ولم يشفع صغر السن لأحمد الزعتري من حيوادي الجوز في القدس المحتلة ابن الأعوام الثمانية فكبلت يداه صغيرتان واعتقل الطفل عبد الرحمن برقان الذي لم يتجاوز التاسعة كان ذنبه نيته أحضار الطعام لعائلته فانهال عليه الجنود الإسرائيليون بالضرب وغيرهم كثيرون تعرضوا للضرب والقتل والدهس والاعتقال إضافة إلى نحو 300 طفل في السجون الإسرائيلية تحاكمهم سلطات الاحتلال كبالغين برغم تعارض ذلك ليس فقط مع القوانين الدولية بل مع ما يسمى القانون الإسرائيلي قتل عشرات المسلحين أثناء صد الجيش السوري محاولة تقدم للمجموعات المسلحة التابعة لحركة نور الدين الزنكي باتجاه مباني فاميلي هاوس على جبهة الراشدين غربي حلب وسحب الجيش السوري جثث أكثر من 20 مسلحا ودمر دبابتين وسيارتين محملتين بالذخيرة المسلحون تسللوا من مركز البقوث العلمية بالقرب من الفاميلي هاوس وتبع ذلك اشتباكات عنيفة استمرت أكثر من 6 ساعة إلى ذلك استشهد شخص وأصيب خمسة آخرون من جراء سقوط قدائف هاون على مناطق سكنية في دمشق وريفها فيما استعاد الجيش السيطرة على قرية زيادية ومحطة زيزون الحرارية في ريف حمل غربي هذه السيطرة جاءت على أثر اشتباكات مع المجموعات المسلحة أدت إلى وقوع قتلى وجرح في صفوفهم هذا وأطلق الجيش السوري عملية عسكرية واسعة في سهل الغاب وريف إدب الغربي المزيد في التقرير التالي الجيش السوري يتابع عملياته العسكرية في سهل الغاب شمالية غرب حما مستعدا السيطرة على بلدتي خربة الناقوس والمنصورة وصوامع الحبوب القريبة من بلدة المنصورة ويتقدم نحو تلة خرزم التي تفصله عن بلدة القاهرة عمليات الجيش السوري تأتي بعد أيام من سيطرة جيش الفتح على تلالي خطاب والمنطار والامشير في وبلدة فريك شرق جسر الشغور ما جعل سهل الغاب في خطر الاختراق من قبل المسلحين وبعد سيطرة الجيش السوري على بلدتي خربة الناقوس والمنصورة تابع عملياته على المحور الشرقي لجسر الشغور مسيطرا على بلدة الزيادية ومحطة زيزون الحرارية بعد معارك عنيفة أظهر فيها المسلحون استماتة لمنع تقدم الجيش السوري مصدر عسكري أشار للميادين إلى أن هذه المعركة لن تتوقف عند استعادة من خسيره الجيش السوري شرقية جسر الشغور سلاح الجوي والمدفعية لعبا دورا كبيرا في عمليات التمهيد للجيش السوري قبل بدء الاقتحام البري بهدف استنزاف قوات جيش الفتح والتخفيف من الخسائر البشرية في صفوف الجيش السوري وفي ريف القنيطر الشمالي كسرت قرية حضر جزءا من الحصار الذي يفرضه مسلح جبهة النصر في قرية بيت جن شمالا والجيش الحر في جبات الخشب جنوبا القرية تعيش حياتها اليومية وأهلها باتوا يحملون السلاحة للدفاع عن أراضيهم وأرزاقهم محمد الخضر حضر في سفوح جبل الشيخ جغرافيتها حولتها إلى هدف لجبهة النصر في بيت جن شمالا والجيش الحر في جبات الخشب جنوبا لكن أهلها مدعومين بالجيش السوري أحبطوا محاولات السيطرة عليها وأفشلوا ربط ريف دمشق الغربي بريف القنيطرة حصرون من كل الجهات من الجهة الجنوبية من الجهة الشرقية كان لنا طريق على جبات الخشب قطاع طريق على مزرعة بيت جن قطاع طريق عسكري كمان آخر فترة قطاع حرمونا السلوك في هذه الطرقاء إذنما استبدلناها وفكينا الحصار بطريق ترابي الحياة في القرية لم تعد كسابق عهدها حركة بطيئة فرضتها قذائف الهاون من الجوار القريب وانشغال دائم بالمصابين واقع فرض على المدنيين حمل السلاح للدفاع عن أراضيهم يراقب أهالي القرية التطورات المحيطة نيران الحرب لا تنسيهم محاولات جرهم إلى مواقف سياسية لا تعنيهم لا من قريب أو بعيد أهالي قرية حضر وبالدعاءات العدو الصهيوني أو غيره ليسوا من الأقليات بل هم من أكثرية الشعب العربي السوري بل من تعامل مع العدو الصهيوني وكفر الآخرين هم الأقليات ومن هنا كانت محافظة القنيطرة الممثل الشرعي للحكومة السورية وبلدية حضر والفعاليات الشعبية والأهلية تتعاون جميعا في سبيل أن يكون الوضع الخدمي في أفضل حالاته تجاوزت حضر جزءا مهما من محاولات الحصار لكن الاشتباكات تتواصل يوميا مع المسلحين في القرى المجاورة ما يفرض عليها دفع فاتورة عالية تدفع حضر ضريبة الجغرافيا دما صمدت كسرت حصارا خانقا للمجموعات المسلحة ترنو اليوم إلى مستقبل يمحو صور الدماء والدمار محمد الخضر من حضر في ريف القنيطرة الشمالي الميادين إلى الجنوب التركي حيث أعلنت ولاية غازي عنتاب قرارا حددت بموجبه منطقتين على الحدود مع سوريا كمناطق أمنة خاصة لمدة عشرة أيام بذريعة دعم الوضع الأمني على حدودها مع السوريا والقضاء على التهديدات والأخطار المحتملة ووفق هذا القرار تقوم قيادة الدرك ومديرية أمن الولاية بمهمة التفتيش لدخول كافة العربات وخروجها فيما كثفت القوات التركية انتشارها العسكري على الحدود مع سوريا نبقى في تركيا حيث قتل شرطيان بالرصاص في منطقة أضنى السلطات التركية أعلنت أن مسلحي حزب العمال الكردستاني هاجموا مفوضية مدينة بوزانتي حيث دار اشتباك مع حاميتها وشارك رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو في تشريع الجنديين داود أغلو تعهد بمواصلة قصف مواقع الكرد وضرب عناصر داعش وقال أغلو من أنقرة أن العمليات ضد حزب العمال الكردستاني ستستمر حتى يستسلم عناصره اعتبارا من الآن أي رصاصة واحدة ستطلق على جندي تركي ستؤدي إلى تدمير كل أولئك الذين أطلقوا النار حتى لا يجرأ أحد مرة أخرى على التصرف بهذا النحو في حدودنا هذه العمليات سوف تستمر حتى يجري وضع السلاح ويغادر المسلحون البلاد وحتى يتوقف داعش عن تشكيل تهديد إلى مصر حيث يصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في مستهل جولة أسيوية تقوده إلى قطر ومن ثم إلى دول جنوب شرق أسيا ومن المقرر أن يجري كيري في الدوحة محادثات مع وزير الخارجية روسي سرغيلافروف بشأن سوريا وفق الخارجية الأمريكية أعلنت الشرطة البريطانية عن فتح تحقيق من أجل معرفة أسباب تحطم الطائرة الخاصة التي تحطمت جنوب البلاد والتي أدت إلى مقتل أربعة أشخاص المتحدث باسم الشرطة البريطانية أكدت أن ثلاثة من أقارب زعيم القاعدة أسامة بن لادن إضافة إلى قائد الطائرة قتلوا بعدما تحطم طائرتهم أثناء إقلاعها من مطار بلاكشور قتل أربعة جنود من حرس الحدود السعودي وأصيب ثمانية آخرون في ظهران الجنوب في استهداف الجيش اليمني مواقع عسكرية حدودية مع اليمن في ظهران الجنوب وفق ما أعلنت وزارة الداخلية السعودية وفي المقابل أغارت طائرة التحارف السعودي على قاعدة العند في محافظة لحج وعلى مواقع للجيش في منطقة لودر في محافظة أبيان جنوب اليمن إلى هذا استهدفت عبوة ناسفة موكبة أركاني حرب اللواء 135 بين سيئون وشبام في حضر موت والآن مع زهراء الديراني وأبرز عنوين الصحف الصدر صباح هذا اليوم تفضل زهراء صباح الخير وفاء صباح الخير مشاهدين من لبنان نبدأ جولتنا على أبرز ما جاء في عنوين بعض الصحف العربية حيث تصدرت صورة الطفل الشهيد علي الدوابشة هذه الصحيفة بنداء يا علي ونقرأ أردغان يهاجم الأكراد ويحيد داعش نحو الانتخابات المبكرة خيار تصدير النفايات يتقدم وننتقل إلى الأردن مع صحيفة الدستور الصهينا يحرقون رضيعا فلسطينيا في نابلس الأردن يدين ويحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الجريمة النكراء السلطة تتواجه للجنايات الدولية والفصائل تدعو للثأر ونقرأ الأردنيون ينددون بجرائم الاحتلال والاعتداءات على الأقصى في مسيرة انطلقت من وسط عمان وننتقل إلى اليمن مع صحيفة الثورة حيث جاء في عنوانها الأول العدوان السعودي الغاشم يمعين في حرب الإبادة ضد اليمنيين ارتكب مجزرة بحق أسرة من عشرة أفراد في صعدة ووصل غارته الاستيرية على مختلف المحافظات سلطنة عمان والجزائر تدعوان لبذل الجهود من أجل هدنة إنسانية دائمة في اليمن ونقرأ الغذاء العالمي يقدم مساعدات غذائية لثلاثمائة وأربعين ألف مواطن في ثماني مديريات في عدن أكد أن ثلاث عشرة محافظة يمنية تعاني عدام الأمن الغذائي وإلى الكويت مع صحيفة السياسة دواعش يهود يحرقون طفلا فلسطينيا في الضفة عباس يقرر رفع الجريمة للمحكمة الجنائية الدولية خبراء من الحرس الثوري الإيراني داخل قاعدة العند لمساندة الحوثيين استشهدوا أربعة سعوديين بقذائف من الأراضي اليمنية تقرير ألماني ألف جندي تركي عبروا الحدود السورية الشمالية تحضيرا للمنطقة الأمنة أما في صحيفة الوسط البحرينية فنقرأ في العنوان الأول العالم يدين مقتل طفل فلسطيني وإصابة أسرته حرقا على يد مستوطنين وفي عنوانها مقتل أربعة جنود سعوديين إثر هجومين للحوثيين وإلى صحيفة الشرق الأوسط حيث عنونت قائد عسكري يمني خطة لحصار صنعاء خلال 15 يوما عراقيل تعترض مشاورة ولد الشيخ في القاهرة وصول رابع طائرة إغاثة سعودية إلى عدن ونقرأ في عنوانها تركيا عودة خيار الانتخابات المبكرة بالتزامن مع التصعيد ضد الأكراد رئيس حزب معارض يشترط قسما على القرآن من الحزب الحاكم للإتلاف معه مصر تمهد لإغلاق 91 معهدا دينيا لحصار الفكر المتطرف بينها 57 تابعة لأنصار السنة والجمعية الشرعية والإخوان وحزب النور والختم من تونس مع صحيفة التونسية حيث تساءلت كيف ولماذا قررت فرنسا إسقاط القذافي البحرية الإسرائيلية شاركت في الحرب ضد قوات العقيد بهذا العنوان نصل إلى الختام والآن عودة إلى زميلة وفاء